أزمة تلوث المياه في العراق لا تقف عند حد المشكلة البيئية لا سيما أن الأمر التفاقم وبات يهدد حياة ملايين العراقيين إذ تنتشر الأمراض بينهم في المناطق القريبة من المياه الملوثة أو تلك التي يستخدمونها للشرب أو حتى لري الأراضي الزراعية الحكومة في بغداد والجهات المختصة في ذيقار قررت إغلاق نهر العطشان الذي كان يصب في نهر الفرات ويسهم في زيادة تلوث مياهه كحل تراه ناجعا لمشكلة تلوث المياه في المحافظة على نهر العطشان الذي يمر من منطقة غماص يمر بمناطق ملحية نوعا ما بالإضافة إلى وجود مياه الصرف الصحي في هذا النهر فعملت المقترح الذي يقدم من الاستشاريين هو حول تحسين مياه نهر العطشان مما يؤدي إلى تحسين مياه الفرات من نهاية المحافظة المثنى إلى محافظة الذيقار وبحسب الرؤية الحكومية فإن إغلاق نهر العطشان من شأنه أن يقلل نسبة التلوث والملوحة في مياه الفرات ومن ثم يضمن مياه نقية وعذبة لسكان ذيقار إغلاق نهر العطشان هذا النهر الذي كان يسبب ملوثات كبيرة تساهم ب23% من ملوثات نهر الفرات تم إغلاق النهر وتحويله إلى منخفضة الصلابية وتقليل الإطلاقات المائية في النهر فقط لخدمة السكان المحليين بالمنطقة غير أن الأمر ليس بهذه الصورة في رأي المواطنين الذين يؤكدون أن مشكلة التلوث لن يحلها إغلاق نهر أو تحويل مجراه وإنما يحلها مشروع كبير لتصريف الملوثات معالجة نهر العطشان هو إجراء لمعالجة جزء من المشكلة المشكلة الحقيقية تطلب أن تكون هناك مصاب عام يمر بجميع المحافظات لتخلص من مياه الصرف الصحي ومن مياه المبازل وبحسب تقارير علمية محلية ودولية فإن التلوث في العراق تتنوع مصادره من صرف صحي إلى مخلفات حروب أو صناعة نفطية كما تتنوع الأمراض الناجمة عنه ما جعل التلوث يعد مصدر تهديد للعراقيين ربما يوازي التهديد الذي يمثله الترد الأمني أو حتى العمليات العسكرية التي شهدها العراق في السنوات الماضية موسيقى